اشتركوا في القناة سواء المرأة او الرجل بيحصل طبعا ان احنا بنشوف تشوهات كتير في الايد او مؤخرا كمان ابتدت الموضوع ده نشوفه بكثرة فاحنا معينا دلوقتي دكتور مونير ويلي وانواحها كمان تحديدا الحقيقة احنا في انخلال سيدتي احنا بريد نعمل مجموعة من الحلقات عن التشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب اطفالنا فدي مجموعة كبيرة ومن خلالها هنبين ان جراحات التجميل مش اساسا من الناحة الجمالية بس ولكن ايضا من الناحة الوظيفية لان الحقيقة تشوهات الخلقية دي جراحات التجميل بتلعب فيها دور كبير جدا جدا بالنسبة للاياك بداية من اسباب التشوهات الخلقية بسفة عامة والتشوهات الادين بسفة خاصة ففي مجموعة كبيرة من الاسباب على سبيل المثال زواج الاقار لو اقينا في تشوه خلقي موجود في احد الوالدين فنسبة حدوث التشوهات الخلقية في الابناء بتكون نسبة عالية وده بيكون من الاسباب الاساسية وفي امراض بتشخص بتبقى في بعض السندرومات او مجموعة الامراض الموجودة بيبقى في من ضمنها دي ماشية في العائلة الفلانية ومن ضمن التشوهات الموجودة فيها التشوه المعين الموجود في اليد بطريقة معينة دي حاجة الحاجة التانية اللي هي اصابة الام بعض الامراض اثناء الحمل وبالذات مرض زي مرض الحصبة الالمانية بصدر الحصبة الالمانية لأصابة الام في اول شهر من الحمل ممكن تكون نسبة تشوهات الخلقية عالية جدا تصل إلى 50% من الحاجات الخطيرة جدا علشان كده برضو يمكن ذاكات الأطفال بيصروا تماما على التطايمات الخاصة بهذا المرض والمتابعة وحاجات زي كده لو وصبت الحزب الأمين الأم في الشهر التاني ممكن نسبة تشوهات الخلقية تصل إلى 25% وده رقم كبير قوي يعني لما نلاقي كل أربع حالات في محالة فيها تشوه الخلق ده حاجة كبيرة قوي الحاجة التالتة تناول الأم أو الأبد بالذات الأم العقيقية أثناء فترة الحمل الحقيقة هنا هنقول أن في ألمانيا بالذات في أواخل الأربعينات من القرن الماضي وقوائل الخمسينات كان فيه عقار معروف جدا ومحرم دوليا دلوقتي اسمه سليده معي كان تناولته الأمهات أثناء فترة الحمل ووجدوا ده كان من الحاجات المهدئة والحاجات اللي بتتاخذ أثناء مقود المصرح كان وقتها نتاخذ فترة الحمل تماما تماما وبقولك شوف دولة عالية زي ألمانيا وتكنولوجيا عالية جدا ولكن وجدوا نسبة عالية جدا رهيبة جدا من شوات الخلقية في الولاد كانت موجودة في الإيد فقدان أصابع فقدان سلميات فقدان يد بالكامل فقدان ساعد فقدان زراع كامل ويمكن لازال غاية دلوقتي فيه ناس عايشة اتولدوا في ذلك الوقت ولازالوا معانين لغاية دلوقتي طبعا من هذير تشوات الخلقية يبقى تناول لعققير أثناء فترة الحمل وبالذات أول ثلاث شهور الحاجات الصعبة جدا من تؤدي شواته الخلقية ممكن حاجات تانية زي تلقى تعرض الأم أو الأب للإشاع أثناء فترة الحمل وهكذا لكلها حاجات تقدر تدينا لأسباب الشوات الخلقية دكتور مونير طبعا حذك عارف انحنا الطريقة الوحيدة المقدر نتواصل بها مع مشاهداتنا ومشاهديننا من خلال تليفون فاحنا معنا تسالات طبعا هما بيتسل عشان يسألوا حضرتك طبعا يسألوا أهل الخبرة معنا تسال احنا بيتسلاتكم حتيجي بقول الصوابع المتطخمة أولا من كل حالة عبارة عن إيه وخلاص احنا قلنا كده الأسباب لكن بنعليجها زي نبدأ في الأصبع الالتساق الأصبع المتصقة أصبع المتصقة ممكن تفضل يتولد بأصبع منتصقة وده ممكن يكون موجود أصبعين يلسأوا ببعض والحقيقة أنواع الالتساقات ليه نوعين يعيما التساق كامل يلاقي الأصبع بالكامل الملتصف في الأصبع اللي بيجمه يعيما التساق غير كامل يعني بيكون ملتصقين لغاية مثلا سلمية أو سلميتين وبعد كده باقي السلميات منفصلة الحقيقة دور جراحات التجميل هنا من خلال الأصابع الملتصقة أهم جدا ليه؟ لأن كل أصبع عبارة عن ثلاث سلميات هي العقل اللي أحلم سميع هي العقل ديها كل سلمية لها مركز نموه في أولها وفي آخرها فاللي حصل أن مركز نموه بتاع كل سلميات فلو تخيلنا أن أصبعين التساق هنلاقي نموه أصبع غير نمو الأصبع الثاني فتكون النتيجة أن الأصبع يبتدي يميل الأصبع الأطول يبتدي يميل إلى ناحية الأصبع الأعصر كأنه بيشدوا أو بيحدد بالنموه فهنا دور جرحات التجميل مجرد ما بنلاقي طفل عنده اتصاق كامل للأصابع لابد من إجراء العملية في الحال حتى لو كان حديث الولاد لأن هنا بنخلي حركة اليدليد ده أهم حاجة في جسم الإنسان هيصل تشوهات تانية نتيجة لده بالضبط هيبقى عندي لو سبت الطفل لغاية لما يكبر شوية هيكون عندي تشوهين تشوه في الانتصاق وتشوه في نمو الأصبع نفسه اللي ابتدي يتحرك بحركة غير سليمة أو يبقى فيه عوجاج بطريقة معينة فيحتاج أكتر من عملية لما في البداية لو لحق تيهزة الطفل بمجرد أني أنا أشوف الانتصاق يبقى فيه انفصال كامل بالنسبة لأحدهم طيب الأصبع الزيادة أو لما يبقى فيه صبع زيادة تماما أنا برضو سعيد معاك أننا بنتكلم في هذا كلام الأصبع الزائد ده حاجة من حاجتين يا إما أصبع نوعين النوع الأولاني أصبع زائد كامل النمو كامل النمو ملتسك بالكامل جنب الأصبع الخنصط حتيك قصد كامل النمو يعني بعضم بعضم بالضبط من العضلات من الأوعية من الشرايين من الأعصاب وهكذا وملتسك بالكامل ده نوع النوع تاني أصبع غير مكتمل النمو رخه ويدوب ملتسك في الإيد بقطع رخه من الجلد فهم نوعين زي ما احنا بنقول النوع الأول اللي هو الأصبع الكامل النمو لابد من جراحة أجميل أن يتم استقصال كامل هذا بمجرد اكتشاف الحالة إنما الأصبع الرخم ده ممكن يتم استقصاله في أي وقت من الأوقات وحقيقة احنا بنفاجأ دايما بالتقاليد والعادات في بعض الناس ويقول لك ده يعني نسيبه علشان ده بالضبط كده تابع وجود فبتكون نتيجة أنه بيعوق كثير جدا من حركة الخفل ده وبيبقى الأداء بتاحها مش بالدرجة الكاملة النمو بهذا الكلام طيب دكتور ميح نتكلف باتي كمان على المتضخمة بس الأصابع المتضخمة بس معينا هند على التليفون هند تفضل يا هند ألو أيوة أيوة مساء الخير مساء النوية يا هند بعد زموك يا كريم الدكتور معاكي دكتور مونير الأول بس أنا عايز أشكرك على البرنامج بصراحة بجد أنت تحفى جدا حياتي ربنا يخليك يا هنود أكلم الدكتور بس معاكي طبعا مساء الخير يا دكتور مساء الخير معلش أنا كان عندي التصار صغير بس عن الهنات السودة أنا حوالين معيني دايما بقى فيه هنات السودة كده فعايز أعرف أعليك هزاي وجربت موضوع الخيار بس أنا مش مستزيمة فيه وقالولي زيت اللوز بس برضو مش متأكدة فقال حضرتك يعني والله جربنا زيت اللوز خيار مش نيف عزبادي مش نيف عيهن لكن هناخد طبعا أهل الخبرة زي ما قولنا طبعا تعليك يا هنودا حاضر معاكي يا الحقيقة التفسير العلمي للهالات السوداء دايما هو عبارة عن جزء صغير من صمت الجلد أسفر في الجفن السفلي أو العلوي بيكون أقل من الطبيعي بجزء من المليمترات هذا الجزء البسيط جدا إذا دخل مع نوع بشرة الجلد يعني هذا اللون الغامق في البشرة النمرى واحد البيضاء بيفرق كتير على البشرة النمرى أربعة الأمحية اللي زينا فإذا كان هذا الصمت داين لدرجة أنه أثر بتقريق معينة مع نوع البشرة بيتدي باني عشان كده من الناحية الجمالية من الناحية الطبية مفيش حل أبدا إلا تدخل جراحي إلا تدخل جراحي تدخل الجراحي بيكون إما بنشد الجفن سيادتك لو لاحظ بص على قدامه يبتدي نشد الجفن دا ممكن بص تلاقي هذا وكما أنا ابتدي يروح أو بنبتدي نحقن حاجة معينة في نفس الجفن المهم إن احنا نوصل لدرجة الشد الجلد لكن مفيش شك إن احنا لو عملنا حاجة زي الليزر ممكن يدي تحسن كبير ما يأخذش على أين يا دكتر ولا حاجة لا وطبعا فيه الليزر مقامل جدا جدا استخدم في هذه الحالة احنا ممكن نستخدمه لكن ما يديش إن هو يعالج ألاج نهائي إنما يدي تحسن يدي تحسن لغاية 50-60-70% ممكن بعض الحالات اللي بتستخدم فيها بعض أنواع من التأشير كماء الخفيف ممكن يدي تحسن بس كل الكلام ده لو عايز حل جزري بيكون عن طريقة دخل الجراحي يشد كفون يحقن نوع معايا من الدهون ده بحالات اللي هي الصعبة أوي يعني الحالات بس هو اللي بيحصل إيه إن فيه تمقان تحت العين وبعدين بيزيد بالإضاءة الزيادة بالإجهاد بالصهر بالتدخين بالكحليات والحاجات دي كلها فبتبني الحالة أكتر وأخذ البالك مع حل والحركة اللي موجودة في هذا العصر فبقت مشكلة كبيرة بقت مشكلة بنلاقيها كتير قل 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 إنما هي دايما الحاجات اللي نحن بنقول عليها اللي هي بعض الأنواع معين من المسكات بنحاول نريح الجفون بطريقة معينة بنحاول ناخد بعض الأدوية اللي هي تساعد البشرة بنخلف تغذيتنا فيتامين ألف الموجود في الخضرات بنسبة عالية وفيتامين جيم الموجود في الفاكية بنسبة عالية دي حاجات كلها دور وقائل ده دور وقائل وبعد كده لو الموضوع زيادة شوية أو حاجة عامل وراسي أو كده يبقى سعيد هنتقل بذلك هنتقل جراحة اللي نعمل علينا بلاش كافيين بلاش الحاجات بالتأذينة دي كلنا الحقيقة وبعدين ممكن تأكل حسن معنا تصلتيني رشا دكتور الرشا الفضال يا رشا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ممكن نشترك مع حضرتك معيك حيث الفضايدات الموجود طيب أنا عايزة تقالي الدكتور والله طالعلي اللي استريتش مارس تزيلية لعلامات البيضة في الجسم فهل لها علاج وقد إيه يعني متعندي كم سنة الأول أنا عندي حوالي 28 سنة 28 متزوجة طيب حاضر الحياة مارضة الحالات مشكلة عدا تديني السيدة بالضبط الموضوع السريتش مارس ده عبارة عن إيه إن الجلد بيمد وينكمش بطريقة معينة يعني واحد كان السمينة خلست أو واحدة وقت الولادة وقت الحمل لابتدى يحصل طراه والتمدل في عضلات البطن لابتدى يحصل هذه السريتش مارس الحياة السريتش مارس في البداية بس أنا عايزة فهم المشايد حاجة بسيطة قوي إن ربنا خالق في الجلد ألياف إلاستيكية هذه فيها مرونة إذا هذه الألياف الإلاستيكية اتحولت إلى دبارة إلى تليافة يبقى ما بقاش فيه الحركة الإلاستيكية اللي هي تتشد وتبكي ترجع في مكانة تاني هنا بتظهر السريتش مارس يبقى إذن ده بسولوجي من ناحية الطب ده عبارة عن مرض حصل فيه تغير في طبيعة بعض مكونات الجلد يبقى إذن هنا عشان نقول فيه حل جزري إحنا بنجذب عن الناس يبقى علشان نتكلم بطريقة عادية هنقول الآتي إيه دور الكريمات؟ دور الكريمات إن الستريتش مارس لو كانت فتحة قوي عن لون الجلد أو جمع قوي عن دور الجلد الكريم هنا يحاول إن يقاربها من لون الجلد ده حاجة الحاجة الثانية فيه نوع معين من أنواع الليزر بتدت تدخل وتشتغل على الستريتش مارس بطريقة إيه؟ بطريقة إنها تحاول تقلل من الصنك بتاعها ولكن لا تخفيها تماماً بيبقى إحنا نقدر نقول إن فيه بعض أنواع معينة من الكريمات وفيه بعض أنواع معينة من أنواع الليزر بتقدر تتعامل مع هذا الستريتش مارس لا يوجد حل نهائي وجذري للستريتش مارس ما نقدرش نقول هذا الكلام لا يوجد لإن ده ما قلتلك فيه تغير في البكسوليجي نفسه حاجة كانت أستك بقت دبارة طبيعاتها تغيير فإذاً ده الطبيعة تغييرت إحنا نحاول ندي علاج نخليها تقارب للون الجلد سواء كان الجلد غامق نفتحها أو فاتح نغمقها دي حاجة الحاجة الثانية نحاول نقلل من سمكها عن طريق برضو بعض الكريمات الموضوعية أو بعض أنواع معينة من الليزر إنما عشان نكون أمنا ما نقدرش نقول ستريتش مارس في دوا يدي هذا التغيير طب دكتور نكمل موضوعنا تاني نكلم عن التشوهات المقدسي باليد وسنة للأصابع المتضخنة بالضبط الحقيقة الإصبع العملاق ده كلام غريب قوي اسمه العملاق اللي هو الجانت تو هذا الجانت فنجر أو جانت تو بيبقى موجود في الإيد أو موجود في الرجل طبعا بيحصل إيه في نوعين في نوع طفل مجرد ما يتولد أحد الأصابع ضخمة جدا بالنسبة لبقى الأصابع وتبقى الأم متضايقة ومتنرفزة وحصلت مشكلة كبيرة جدا وفي نوع تاني الطفل أصابعه الطبيعية خالص وفجأة عند سنه معين خمس سنين سبع سنين عشر سنين ابتدأ إصبع من الأصابع يبقى ضخم متضخم فهنا في نوعين الحقيقة دورجل راح التجميل كالآتي عادة الإصبع اللي بيكون متضخم ويكتشف عند ولدة الطفل ده مع مرور وكبر سن الطفل بيبتد الأصابع كلها تاخد نفس الحجم وبتمشي الأمور كويس فهنا بنقدر ننتظر فترة بالنسبة لهذا النوع من الأصابع إنما الطفل اللي بيجي له إصبع عملاق وهذا الإصبع عملاق فجأة ظهر ده محتاج إن احنا نتدخل جراحيا إذا كان بيؤثر على حركة اليد يؤثر في الكتابة يؤثر في الاستعاب دايما منكبض إلى الداخل يبقى هنا فيه دور لجراحات التجميل إما بنحاول نتصغر من حجم هذا الإصبع بأي طريقة من الطرق ده فيه حاجات بتوصل لدرجة استقصال هذا الإصبع إن فيه حالات بيبقى فيه تغيير رهيب جدا في حجم الإصبع وتصل إلى هذا الحج فعشان كده هي الحكاية محتاجة للتشخيص المباكر وأنهي نوع ومحتاج متابعة أو محتاج تدخل الجراحة دكتور مونير ويليام كبير جراحي التجميل وقت خلص معك بسرعة طبعا ما خلص نشر موضوع بس إن شاء الله هنكمله إن شاء الله في حلقات تانية مرسي يا دكتور جزان وقت تاني شكرا سيدتي معنا فقرة برضو ولا تقل أهمية إحنا بنتكلم ذاتي عن تجميل اليدين وهو نوع من الجمال بس هو تحير شوية قانوني يعني مش طبيعي أوي هو عن طريق الحلي والحقيقة هي فقرة عن فنانة إحنا سمناها فنانة لأنها شغلها بينم عن فن رهيب عارفت إزاي تحول نظرتها للجمال لأشياء مادية وملموسة لو شوفنا اللي بتقدمه هنحاول نكون زيها أو نعم زيها لأنها إذا تقول إعارف فيه نعم الإبداع كده يشجع الناس إنها تعملوا هي فنانة مصرية حقيقية بتعمل حلي مصري الهوية كتاب عربي أو بتستعمل قماش كمان عليه موتيبات مصرية وخط مصري حاجات إن شاء الله هتعجبكم قوي كنت شوفوا فقرة دي ونقاني كامل فقرة